والله يا أخي أنا عندي سؤال تعالوا نعود نطرحه مع بعض في ظل المشهد الدامي المؤسف، البائس، الكارسي، الوحشي المشهد دا ما هواش مشهد إسرائيلي فقط لا غير احنا بنتكلم على مشهد أمريكي إسرائيلي لازم نبقى وضحين جدا في هذه النظرة المشهد ليس إسرائيليا وحسب المشهد مشهد أمريكي إسرائيلي ولازم تبقى فاهم كويس جدا أن أمريكا لا تتعامل مع القضية قضية الصراع العرب الصهيوني في الشرق الأوسط باعتبرها قضية صراع لكن هي قضية إسرائيلية بامتياز وأمريكا لما بتتعامل مع إسرائيل مش بتتعامل معها باعتبرها قضية سياسة خارجية وإنما الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع إسرائيل باعتبرها قضية أمن قومي أمريكي داخلي داخلي إسرائيل ولاية أمريكية موجودة في الشرق الأوسط لها وظيفة يعني إسرائيل من الآخر بتحقق الوظيفة المطلوبة منها من وقت ما الإنجليز خدوا قرار أن يبقى فيه دولة في المنطقة دي اسمها إسرائيل ويبقى كيان غير منطقي غير مفهوم غريب عن المنطقة بالكامل وبتبدأ بعد كده أمريكا تتولى مسئولية رعاية وحماية وتمويل وتسليح هذا الكيان الولايات المتحدة الأمريكية لما بتيجي تتكلم عن المقاومة أو عن حماس ويتكلموا باعتبرها منظمة إرهابية وأنه يجب القضاء على الإرهاب في المنطقة لكن ما عملوش كده على الإطلاق في أفغانستان بل تركوها للمتشددين وقال لك سلام عليكم إحنا خارجين ما نهدش ليه الحركات المتشددة والمتطرفة والإرهابية بامتياز في أفغانستان ما عملتش كده ليه ما خدتش قرار أنك تطارد تنظيم القعدة حتى تنهيه عن بكرة أبيه ما عملتش كده ليه ما خدتش قرار أنك أنت تطارد تنظيم الدولة الإسلامية داعش ما بين قصين حتى تنهيه عن بكرة أبيه ما عملتش كده حتى على نطاق التصريح أمريكا تعلن الحرب على داعش بس لكن أمريكا لم تقرر أبدا أنها سوف تنهي داعش أبدا أمريكا تقرر أن تقوم بمجموعة من العمليات النوعية لاغتيال ما يطلق عليهم خلفاء أو أمراء الدولة الإسلامية بس لكن غير كده لازم يفضل فيه تنظيم مما اسمه داعش وقبله كان لازم يفضل فيه تنظيم مما اسمه القعدة وفيه وقت لاحق قد يكون أو سوف يظهر تنظيم مما وبرضو هيطلع تنظيم متطرف إسلامي موجود في منطقة مما من العالم وأنا أعتقد أنه التنظيم سوف يعلن عن نفسه إن لم يكن قريبا فهو في أجل المتوسط فمنطقة غرب إفريقيا منبسق برضو من داعش زي ما داعش انبسقت من القعدة وزي ما القعدة انبسقت من الإخوان المسلمين قضيتي دلوقتي ما بقتش الإخوان المسلمين في هذه المناقشة قضيتي هي الإخوان المسلمين في المطلق بالمناسبة ولكن في المناقشة دي قضيتي أمريكا أمريكا تكذب أمريكا غير أمينة أمريكا عمرها مقدمت أي وعد للمنطقة العربية ووفت به السؤال اللي بعده يقف العالم أيضا هل أختزل العالم في أمريكا ما ينفعش طب ما تيجي نشوف الأوروبيين عملوا إيه للمنطقة ولا حاجة الكثير والكثير من التعاهدات الكثير والكثير من معاهدات الحماية المشتركة والدفاع المشترك والحفاظ على المصالح المشتركة وما فيش حاجة ما الذي قدمه الأوروبيين للمنطقة إلا كل الفظائع والخراب والتهم ثروات المنطقة بالكامل تعالي ناخد على سبيل المثال لما قامت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 22 تتذكر الموجة العارمة من تجميد أموال الروس تطلع بقى مؤسسات منظمات شركات أفراد رجال أعمال إلى آخره جمد أموال الروس واستولي على أعمال الروس لأنهم من وجهة نظر الأمريكان والأوروبيين بيقوموا بكل الشنائع والمجازر تجاه أوكرانيا طيب لما الروس تقدموا في الأمم المتحدة بإعلان واضح أن هناك منشآت داخل أوكرانيا هذه المنشآت بشكل أو بآخر كانت تصنع أو تبتكر أو تخترع فيروسات وقالوا وقتها ومنها الكورونا إيه اللي حصل؟ ودن من طين ودن من عجين بل على العكس تماما كمان ده وصلوا لمرحلة أنه سوف ننظر في الأمر وفي أحوال أخرى تهكموا على الأمر لكن لما الأمور بتيجي عندنا هنا في المنطقة العربية بالتأكيد يجب على الأمريكان والعالم كله أن يقضي على المقاومة أو في أحوال أخرى يستخدموا مصطلح لازم نقضي على الحماس طب وليه ما بتقضيش على إرهاب بن يمين نتنياهو أليس بن يمين نتنياهو إرهابيا كيفما رأت المحكمة الجنائية لا ده التبجح الأمريكي الإسرائيلي اللي اتنم مع بعض خدوا قرار أنه هم عاوزين يوقعوا عقوبات على المحكمة الجنائية عمرك شفت مجرم يقرر أن يوقع عقوبة على القاضي شيء غريب شيء عجيب شيء ملوش أي منطق ولن يصبح له منطقا لكن لازم دايما هنطرح سؤال يا جماعة احنا التلات اللي جاي عندنا مؤتمر مهم جدا لا يقوم في الدوح مصر والأردن وقطر قرروا أنه هم لازم يلاقوا حل لازم نلاقي حل ولازم ننهي هذه المأساة على الأراضي الفلسطينية علشان نقدر نوصل لده لازم نوصل لتوافق عربي مش من حيث الشكل وإنما من حيث المضمون ليس فقط من شاء من حيث الاستراتيجية العامة وإنما أيضا من خلال بعض التكتيكات علينا أن نتوافق عليه علينا أن نتوافق يعني لازم نقعد نفكر مع بعض في أن احنا نطرح السؤال على الأوروبيين والأمريكان والله يا جماعة بما أنكم شايفين يعني مثلا الأم المتحدة بتقول والله لازم نحط إسرائيل في القيمة السوداء نظرا لانتهاكها لقيم حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعمول بها والمتعارف عليها والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الكلام اللطيف ده إذن ولماذا لا تجمد أموال الشركات الإسرائيلية يعني لما خدتوا قرار تغضبوا على الروس خدتوا قرار تعقبوهم وأنا هنا مش بنائش الروس صح ولا الروس غلط مش موضوعي أنا موضوعي دلوقتي فلسطين لماذا لا يسأل العالم هذا السؤال هم على القيمة السوداء أيوة أو نويين تحطهم على القيمة السوداء إن شاء الله إن شاء الله هو المحكمة الجنائية بأصدارة مذكرة بملاحقة هذا الرجل أيوة ألا تجمد أمواله في الخارج لا ده احنا هنعاقب المحكمة الجنائية محكمة العدل تنظر في دعوة الإبادة حد تحرك لا حد جمد فلوس الشركات الإسرائيلي لا حد أعلن وقف النشاط أو التبادل التجاري ما بينه وما بين إسرائيل برضو لا وهكذا فينطلق مارسون التبجح إحنا عايشين في ظل انطلاق لمرسل التبجح تبجح واشنطن وتل أبيب وأبداً مش هتبقى القدس عاصمة ليهم حتى في ظل نقلهم للسفارة هذا تبجح المسألة كانت جسّة نقلوا للسفارة وتفرجوا على المنطقة حصل حاجة لم يعلو صوت إلا صوت القاهرة لم يرفض أحد سوى القاهرة لم يقف أحد سوى القاهرة القاهرة بقت عاملة زي سيزيف مسك الصخرة وبتدفع بيها فوق الجبل وكل ما تاخد بيها خطوطين الظروف للأسف بسبب الجاذبية الشديدة نحن ننجرف طول الوقت إحنا نزق الصخرة الأدام واللاقي ناس قاعد عمالة بتكبل في إدينا إحنا نطلع الصخرة الفوق واللاقي ناس بتكبل في إدينا طول الوقت الأمريكان بيقولونا يا جماعة إحنا معاكم نحن شركاء في عملية السلام نحن نريد التفاوض نحن نريد وقف فوري لإطلاق النار نحن نريد وضع حد لهادي المأساة الإنسانية نحن نريد أن نضح حلا عادلا نهائيا قانونيا منطقيا بحل الدولتين ولكن كل اللي بيعملوا الأمريكان العكس مصر بس كل العالم ده أصبح أعمى أصم مش هقولك أبكم أحلى حاجة في الدنيا التصريحات قول تصريحات عن رأينا في مصر هو الكلام بفلوس